تسمح لي أنا أصور زيها؟ أتخذها لكلة جميعا ها؟ أتخذها لكلة لا لا ما أبغى أخذها أنا بعد رأس أنا بس ألك شي اللي غيركم من هنا لكاس العالم شت الفريق اللي طلع لنا في كاس العالم لا لا تعرف لازم نقول لكم كاس عالم عشان تلعبون كويس يا سلام هذا إحنا لازم نجيب لنا شي صعب عشان نطلع اللي عندنا لا لا إن شاء الله إنا رجعين بإذن الله بإذن الله رجعين دعوات كلنا شي اللي تغير في اللاعب السعودي يخليك من الهلال يلعب اليوم قدامي عنده مكانيات من أول ما مو بشي جديد على اللاعب السعودي كيف يطلعها؟ تطلع تشوف من كاس العالم اللي لعبناه مع المنتخبات حق المنتخبات كاس عالم الهندية والمباراة الكبيرة يظهر فيها اللاعب السعودي يظهر فيها بعد الهلال لو قلت لك السنة الجاي احنا نفكر تجيب البطولة وشي ينقص الهلال؟ إن شاء الله ما ينقص الله الحظ إن شاء الله وبس يعني زي ما تشوف في ريال مديرت ما هو بفريق سهل ونتجاريه كذا في مباراة زي هذه نهائي يعني الكورة السعودية تشير في الصراحة الحمد لله إن سويناه ده يعني فخر للعرب الحمد لله اللاعب مرهق؟ أكيد إنه مرهق ثم مباريات بصون عشر أيام أكيد إنه فيه رهاق وذات بس إنه يعني الحمد لله قدمنا اللي علينا وسوينا كل شيء الحمد لله أنا ما أضخذها بس لمين هي؟ أنا للوالد إن شاء الله مبروكين؟ حبيبي مبروك لنا جميع مبروك للوطن مبروك لقيادتنا أخذ نحر الشبير الملك سلمان وسيدي ولي الأحد الأمين الحمد بن سلمان عندما الدعم لا محدود للشباب الرياضي في رياضة الوطن مبروك الأمير عبد العزيز من تركي الله يطي العافية شكرا على استقباله مبروك الأمير الوليد بن طلال الله يطي العافية المجهود الكبير اللي قاعد يقدم لنا كدعم للنادي الهلال ولن إحنا كأشخاص عاملين في نادي الهلال مبروك أعظم إستداراتنا على راسم الأستاذ فهد بن نافل جهاز فني جهاز طبي إخواني اللي عيبين أقول لهم شكرا على كل اللي قدموه برغم الظروف اللي كنا نحنا عايشين هو كل عارفة عدم تسجيل إصابات كثيرة بعد عودتنا من المنتخب كان فيه تذبذب كبير في مستوى الفريق وهذا طبيعي جميعا ديت العالم تأثرت بالمستويات المتذبذبة بس الحمد لله كانوا رجال الشباب وتحمل المسؤولية ومثل الوطن خير تمثيل وطموحنا عالي دايما أننا الذهب بس الحمد لله الله ما راد بإذن الله إحنا المجموعة اللي عندنا قد المسؤولية عندنا الآن إن شاء الله عودة المصابين إن شاء الله بيرجع كابتن الفريق وكابتن سماء الفرج محمد البريك محمد اليامي استمروا في علاجهم هنا هم بعد أقولهم هم شكرا أنهم ضحوا بوقتهم واستمروا بعلاجهم إحنا نفكر من براته الآن اللي جاية إن شاء الله بالدوري ومن بعد عندنا مهمة أسوية إن شاء الله بإذن الله طموحنا إن شاء الله بطولة آسيا إن شاء الله ومشاركة مرة رابعة إن شاء الله بطولة نتيت العالم